وفي اجتماع آخر مع رئيس مجلس الوزراء ووزير التعليم العالي والبحث العلمي وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي بأن تهدف استراتيجية التعليم العالي إلى تعزيز دور الجامعات في بلوغ غايات الدولة وأهدافها الوطنية المنشودة كما وجه الرئيس السيسي بتطوير عمل الهيئة القومية للجامعات الأهلية والتكنولوجية لتحقيق رؤية الدولة في إنشاء مؤسسات تعليمية جديدة ومتميزة بالتعاون مع القطاع الخاص والمؤسسات الأجنبية العريقة وأوضح المتحدث والرسمي باسم رأسة الجمهورية أن الاجتماع تناول استعراض رؤية الاستراتيجية لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي واستعدادات العام الدراسي الجديد حيث اطلع رئيس السيسي على موقف مشروعات وزارة التعليم العالي ذات الأولوية استعدادا لبدء العام الدراسي الجديد خاصة ما يتعلق بجاهزية سلسلات الجامعات الأهلية الجديدة المنبثقة من الجامعات الحكومية وكذلك الجامعات التكنولوجية كما اطلع سيد رئيس على رؤيات المستقبلية لتطوير التعليم العالي والبحث العلمي والتي ترتكز على صياغة برامج تعليمية حديثة تستند إلى عدد من المبادئ أهمها التخصصات المتداخلة والمرجعية الدولية والريادة والإبداع مع الاعتماد على المدخل الإقليمي لكل جامعة للتركيز على الأنشطة التنموية في مختلف الأقاليم الجغرافية للجمهورية واطلع رئيس كذلك على الموقف التنفيذي لمشروع إنشاء بقر للمبعوثين والدارسين المصريين بيت مصر بالعاصمة الفرنسية باريسة والذي من المنتظر أن يتم الانتهاء منه خلال العام القادم فضلا عن آخر استعدادات لاستضافة مصر لأسبوع الفرنكفورية نهاية شهر أكتوبر القادم